يجي على معنى آخر وقيمة كبيرة جدا وهي قيمة العطاء المعطي من اسم الله المعطي المعطي مذكور في أسماء الله الحسنة هل في الأسماء التسعة وتسعين ولا مذكور في القرآن ولا مستخلص من معاني أخرى نعم قيمة العطاء نعم من القيم المستخلصة من أسماء الله الحسنة ولكن المعطي لم يرد في الأسماء الحسنة لا تسعة وتسعين ولا غيرها بهذا اللفظ نعم وزيه العاطي يعني المعطي على الأقل في اللغة العربية لها وجه يعني لأنه هو ده فعل رباعي أعطى فيبقى الاسم الفعل منه معطي لكن عاطي دي من عطى فما فيش عاطي لكن هو معنى العطاء صحيح نعم نعم العطاء ده ناخده من مثلا أسماء مثل الوهاب ناخده من أسماء مثل الكريم الرزاق كل دي أسماء الفتاح نعم بل الخالق تمام فيها معنى العطاء لأنه أعطى من خلقه الصورة وأعطى من خلقه الحياة وأعطى من خلقه بعد الصورة والحياة البقاء وأعطاه بعد الصورة يعني الشكل يعني والحياة والبقاء الرزق وكذا إلى آخره والأمداد بقى الحسية والمعنوية الوارث أي بني مولانا؟ لا دي ما فيهاش معنى العطاء لكن مثل هذه الأسماء فيها معنى العطاء فالعطاء طبعا قيمة أن نقدر نخرج منها يا خلق نتخلق به العطاء مش بس في أن أنا أدي فلوس العطاء طبعا الصدقة والبزل والكلام ده من أعظم النعم اللي ربنا يعني عن بيه على واحد من خلقه أنه يبقى جيد وكريم وكذا إلى آخر لكن العطاء قد يكون بأن أنت بتبذولي وقتك قد يكون أنت بتبذولي اهتمامك قد يكون أنت بتبذولي أخلاقك الطيبة كل ده عطاء ترجمة نانسي قنقر